الغيرة على الأعراض يا عرب خلق الله عز وجل الغيرة عند الرجل وعند المرأة ولكن الفرق بين الغيرتين كالفرق بين السماء والأرض إن الرجل الحي اللي عنده دماء الغيرة يغاريها إنما غيرة المرأة تمسحها هدية أو قبلة وأكثر عذاب للمرأة أن تبتلى بغيرة الرجل أسماء تقول تزوجني الزبير وليس له في الأرض شيء غير ناضح بعير يعني وقطعة أرض أقطعها النبي صلى الله عليه وسلم له على بعد ثلثة فرسخ من المدينة فكانت تذهب وتحضر النوى وتطعمه لفرس الزبير أسماء وهي مشيئة مرة من مرات مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وراكب الجمل بتاعه أصحابه حواليه قالت فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني للركوب خلفه قالت أسماء فذكرت الزبير وغيرتها فخفضت رأسها فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنها سحيت ولا يعني رغبة لها في الركوب فمضى لما رجعت البيت بتحكي للزبير هذا الموقف فماذا قال لها الزبير لمشيوكي أشد علي من ركوبك خلفه وما لاش ما كنتش ركبت ليه ده النبي ده النبي عادة العرب فيه غيره على الأعراض غيره على الأعراض يا عرب جماعة النهاردة ليقولك إيه الإشكال يعني إيه البنت تتخالط الرجال وتت في العمل مع الرجال وفي المدارس والجامعات والمع الرجال إيه الإشكال أختي يا أخي وإذا شعرت بميل إلى واحدة يقولك شوف شوف نفسك ضعيفة ضعيفة يا أخي ربنا ركب في الناس الرجل تميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل يا عرب الحكم الفقهي إذا مات رجل فدفن في مقبرة ودفنت امرأة لا تدفن في مقبرة الرجل وهما موتى هم التنميتين لا تدفن امرأة مع رجل لا يدفن معا موتى وتبيح لهم هم أحياء يعدوا مع بعض ويختلف بعض الغير على الأعراض يا عرب غير على الأعراض يا عرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة